بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فالجعل بصر هل ترى من خطور ثم اجعل بصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حصير ولقد زيننا السماء الدنيا من صافيح وجعدناها وجوبة للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أمقوا فيها صرعوا لها شهيطا وهي تبور فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرجوا سألهم خزنتها ألأ يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم تصفقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واصروا فولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في ملاكبها في ملاكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم وفي السماء أن يخصد بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم وفي السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير غوما صافات ويقبر ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم يوصركم من دون الرحمن إن كافرون إلا في مرور أمن هذا الذي يرسلكم إن لمسك رزقه بل لجو في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهي أهدا أمن يمشي صبيا على صراط مستحيل قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم الصمع والأبصار والأفدة وذي لما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الواد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة فانسي أتدوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر